وابدأ ارسم جواه هقول له ان انا عايز ارسم نوع الزجاج وارسم جوا الحيطة. تمام? تعال نشوف السري دي عمل ايه? لو انا وقفت على دي مسلا قلت له اللف كده. طيب هلاقي ان هو جيه على الحيطة هيت. نرسم حيطة جديدة. طيب خليها نرسم حيطة جديدة. ايه تقول ونرسم حيطة. وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم جواها حيطة زجاج. تمام? تعال انا شوف السري دي. لو جيت تحرك وانت له مسلا ان عايز اشوفها شديد. هتلاقي دي حيطة الزجاجة هي اوتوماتيك اتعمل لها في قلب الحيطة. ولو انا علمت كده وصغرتها هتلاقي ان هي تعمل لها فتحة. يعني انا لو جيت في حيطة من الحوائل ديت الجراونت. وليت مسلا فينا حيطة ازاز مسلا. تمام? هروح اقال له ايه? ارسم لي حيطة ازاز. كرتن وول وهبدأ ارسم كرتن وول مسلا هنا مسلا. هنبدأ ناخدها بالزبط في ان لوحة تلك ايه. هيعمل ايه? هيعمل في قلب الحيطة. تمام? اهي بالشكل دوت. تمام? دي بقى نقدر نشغل عليه هنبدأ مسلا نقول له ان احنا عايزين نعمل لها آآ كرتن جريد مسلا او نعمل لها ميلانيوم. فنبدأ نرسمها بالشكل دوت. عندي يعني هاخدها من اولة الاخيرة. بالشكل دوت. يعني بيعملها بس الواحدة بس. بالشكل دوت. يعني هعملها ايه? هيعملها كلها معادة هتدي خطة احمر هو. تقدر طوله مسلا الحتة دي والحتة دي. تمام? وتدوس في اي مكان هيعملها كلها معادة الحتة اللي انا عملتها بيجتي. انا عملت له هنا وهنا فشلهم. الناس تطبق. انها ترسم الحيطة وترسم الناس تطبق. انها 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 ت اشتركوا في القناة 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 اللي هي دا جيت. ماشي? اه الناس معيه ولا فيه حد عنده مشكلة? اعاد تاني? طيب حاضر. طيب انا هلغي الاطوكاد وندخل الاطوكاد تاني. انا لغيت الاطوكاد. جيت الغيه رفض. بيقول ليه عشان هو ما عمله بين. هقول له ان بين وقول له دليت. طيب هدخل الاطوكاد. هقول له انسيرت وقول له لينك كات. اه اللينك كات لو حصل تعديل مزبوط يتعدل معيه في الف الربية. طيب هقول له ان انا عايز اي واحدة فيهم ما فيش مشكلة. طيب? انا بس ايه بعدت عن في واحدة خاصة بالفلور لو انت عايز تعرف معلومات عن الفلور. اقول له اوبن. اهو. طيب. دلوقتي الاطوكاد عايز اخليه هو اللي يطلع فوق. فاعلم عليه واقول له بدل ما هو في البيتجراوند يبقى في الفور جراوند. طيب. تعال انا ببص هنا. دي الوجه اللي هي الفرونت. عندي فيه هنا ايه? فيه زي شباك موجود هنا. اه معمول فيه الكرتن تاني. لو بصينا هنا في الفرونت. بتلاقي هو بس الكرتن ده اللي موجود في الدور الارضي. ده الكرتن ده. اللي موجود في الدور الارضي. الناس معي? طيب هاجي هنا وقول له ان انا عايز ارسم الكرتن. الكرتن. هقول له وال. اركتكتشور. وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم كرتن. وهبدأ ارسم الكرتن في الجوزء ده. طيب هروح بقى للفرونت. وهبدأ اشوف شورة عمل ازاي. هو رسمه تقريبا بنفس الارتفاع بس ممكن من تحت مسلا محتاج ان هو الزبط. فمن المطبط بدأت ارفعه بحيس ان هو يكون بنفس الحاجة. طيب تعالنا نشوف بقية الواجهات بحيس ان نحن نخلص الدور الارضي. وعايزين نحط برضو الفلور. خلي بالنا الفلور هنا من كم لكم? ده متين. عاشي? وفيه هنا مسلا تقريبا فلور تاني. الحاجات دي لازم برضو ايه? نعملها معنا. لو في معلومة نقصة في البلاد ممكن نخدها بالسكشن. واغلب المشاريع هتبقى انت بتبدأ المشروع من الاول يعني مش ملتزم بالحاجات ديك بس خلينا نشوف لو انت جاي لك وطلوبنا نتحوله طيب. خلينا نبص في ماشي? هقول له هنا ان انا عايز يدخل لحة الواجهات. وقول له ان انا عايز اللي هو وقول له اوكي. طيب برضو الواجهات هنا هقول له خلولي في الفرونت. عشان عايز اشوف الشغل. طيب. عندي هنا فيه كرتن. وعندي هنا ممكن ده نعفبره مسلا آآ ممكن تعمله كرتن او ممكن تعمله شباك زي ما انت عايز. طيب. ده الليفت. خلينا نشوف كده الليفت في قلب الجراونت. اللي هو دوت. ماشي? ده هنا عندي عمود. هنا عندي كرتن وعندي كرتن او ده شباك ممكن تحطه شباك لو انت عايز. ماشي? فيه كرتن تاني? اه اه. لو انا عايز اخلي اللوتوكاد دي يزهر فوق فبعلم سلكت على اللوتوكاد. بلاقي عند حاجة اسمها درو لاير الفرونت او باك. تمام? لو مش ظهرة معي يبقى في مشكلة. وانا بعمل انسيرت الوتوكاد. علمت او شلت العلامة من كارنت فيو اللي. لو انا شلت العلامة من هنا هو بيحطه في المشروع ككل فما بقاش العلامة دي ظهر اللي هي درو لاير. طيب. انا هنا عندي ايه? في اا شباك فيه هنا ممكن تعملهم اا شباك يعني تاخد كده وتقول له ويندو وتبدأ شوف لو عندك ويندو مسلا. تختار المقاس بتاعها. وطبع تقدر تغير المقاسات زي ما انت عايز. يعني ممكن تاخد مسلا اهو خلينا نجرب مسلا نحط هنا. عايزين نخلي الشباك دوت. او انا شباك. اي شباك ممكن ناخده غير الاسهم بتاعته حد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزين. طيب. ولاكم مسلا الشباك دوت. هقول له من هنا الهنا. ده ايه? الف ومية. ومن هنا الهنا خمس ومية. لو انت عايز تعملكم شباك. هتعمل سيلكت هنا وتقول له طيب. وهنسمي ده مسلا ايه? الف ومية. كان بقى حد يفكرني. خمس ومية. ايه. اوكي? وانا اقول له ايه? الف ومية. وانا اقول له ده خمس ومية. تعمل? خلاص. بتاخد بقى الشباك دوت. وتحطه في المكان بتاعه. تعمل? وده برضو نفس الفكرة برضو في الشباك دوت. بتبدأ تاخد المعساب بتاعته وشكله. وتختاره. طيب احنا عايزين نحن نشوف ممكن نعمل دي ازاي? ماشي? فين كرتن وال? تعمل الحتة ديت. طيب احنا شو كده. اه هي الحتة الحتة دي كرتن وال. ليه دي? تشار الحتة دي هي دي كرتن وال بتاحتي. طيب عايز ابدأ ارسمها? طيب هقول له هنا وول واقول له ان انا عايز ارسم الكرتن وال بتاحتي من هنا لهنا. تمام? تعالنا نشوفها في سري دي اهي. احنا كنت نرفع منها هنا. ايه تمام? طيب. استمع. في حالي. دي كرتن وال تعالنا شوف سري دي اهي اهي. طيب لو انا عايز ارسم حتة في النص. عايزين نرسم في النص. اقول له ان انا عايز ارسم من هنا الهنا. بالمسل اللي انا عايزه يعني من اول الاخيرة يعني هاخدها وبش هيكملها. هيبدأ ارسم خط. ماشي? اهو. ويبدأ يقول لك انت اعمل الحاجة اللي انت بش عايزة. ايوة. انا عندي ايه? عندي ان انا وانا برسم الكرتن. بقول له ان انا عايز ارسم فبيبدأ يقول لي انت عايز ترسم ايه? لو انا برسم الكرتن جريد. بيقول له اول سيجمت. اول سيجمت يعني ايه? يعني هاخد الحاجة من اول الاخيرة بالشكل دوت. اهو. طيب عندي يعني من من هنا الهنا بس. بياخد واحدة بس وما يكملش. طيب يعني هياخدها كلها من اول الاخيرة. ما عادة? هديني فرصة ان انا اعمل ايه? استثنيات. من هنا الهنا ومن هنا الهنا. تمام? بعد كده حتة بره يبدأ يرسم هلي. فانا كده رسمت ايه? الكرتن اه دي. تمام? طيب الناس تبدأ تجرب عشان نبدأ نرسم ايه? الفلوف. ترجمة نانسي قنقر 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 شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً خالص تمام؟ يعني كده برسم على الجراوند يبقى كده كده هو واخد البلاس تلاتين طيب خلينا نقول له هنا احنا عايزين نرسم في اي اختلافات اللي الغرفة دي فيها اختلاف في الفلور طيب احنا مش بيكلام رفض احنا بيكلام في التصميم المعماري ماشي؟ اه ده بلاس تلاتين ده بلاس تلاتين تمام؟ طيب نعم بلاس بلاس يعني انك تصل على على مستوى الجراون بتاع على مستوى تلاتين اه ماشي؟ اه فانت هتشغل على ايه؟ على السفر لانك تلاتين تلاتين طيب هقول له انا عايز اعمل فيلور اين الفلور اهي؟ وهقول له ان انا عايز اعمل وهبدأ امشي ممكن تستخدم اللي ايه الوول مفيش ايه مشكلة خالص وممكن تنوع يعني ممكن تنشي شوية كده وشوية كده تمام؟ اهي ماشي ممكن تقول له مسلا دي ايه انا عايز اعمل ايه الحاجات كلها اللي ايه عشرين نخطها كلها اللي ايه كلها تلاتين مع بعض تمام؟ طيب هناخد معنا السلم ولا لا اه؟ ماشي مش هناخد معنا هناخد السلم ماشي اه لا طيب انا سبت التلاتين دي هعملها الوحديها تمام؟ اللي ان او خط يريد يكمل معي لو انا برسم بدي اعتبر باللاين لو انا برسم باللاين طيب بعد كده هقول له بقى ايه ترم وابدأ احدد الخطوب بتاعتي لازم الشكل يكون مغلق لو بش مغلق بش هيقدر يعمل الخلوف ماشي ايه لما تخلص خلص هتقول له اوكي هيبدأ اعمل لك الشغل تعرفها ماشي وتقدر تعدل يعني بعد شوية ممكن تقول له مسلا ده انا عايز الفلور مسلا من هنا مسلا تمام؟ قلت له موافق طيب بيجاب لي رسالة بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو في اي حوايط موجودة تحت هتقدر هتكمل لحد ما ايه؟ يتعمل لها اقتش مع الفلور لو في اي حوايط تحت هقول له دون تقتش مش عايز طيب تعال بقى نشوف طيب بقول له اوكي او هو عمال لي الارضية بشكل دوت تمام؟ دي الارضية دي سيراميك اعتقد السيراميك ده يبقى في الحمام فاحنا ممكن نغير النوع الحاجة اللي احنا عايزي بها تمام؟ الفلور نفسه ممكن نختار مسلا ايه؟ اه انت اللي بتاع الماثيري اللي بقى شوف انت عايز تعملها ايه؟ مربل مسلا تمام؟ ممكن تدخل هنا ايدي الطيب وتبدأ تختار الحاجة اللي انت عايزها الاستراكشن هو تقدر تختار اذا كنت مسلا عايز فنش او حلقة الانتلو دزاين زي ما انت عايز نختار ان واحدة ايه؟ انا اخترت لها بروسلين ماشي؟ دي اسم كهد ايه؟ دي مية اعتقد دي فنش بس طيب انا اخترت دي مسلا تمام؟ طيب اه ابدأ اعمل الفلور بنفس الفكرة وانا هكمل برضو بقية الحاجات دي دي بس لان انا عايز اعرف الارتفاعها كامل؟ تمام؟ خلينا نخش كده في وعايز اعرف الارتفاع حالا انا ماشي مظبوط ولا؟ ماشي؟ طيب الناس تركز معايا في حتة دي. انا دلوقتي الفلور مش ظهر معايا هنا خلص. الفلور مش ظهر معايا. ليه مش ظهر معايا؟ حد ممكن يفكر؟ ليه مش ظهر معايا؟ مزبوط مزبوط ممكن بادخل في وقول له ايه انزلي بس عشر سنتي مينس مية. مينس مية. مينس مية. طيب. مينس متين. متين. وخليني مسلا ايه هقول له بي بي. اتأكد ان الفلور شغال. اه شغال. اه اه انا هعمل حاجة كده معايا في الفلور. الفلور هقول له. اه او كده انا طيب. الفلور كده ظهر معايا. طيب انا عايز الفلور دوت اعرف ارتفاع كاب. هاجه هنا على annotate. وهقول له اثبت الفيشة. فقال له ان هو فعلا بلاس ثلاثين. طيب. لما هرسم التاني بقى تعالى نرسم الكيتشن. وهقول له بسلا فلور. ده انا اه حاجة تانية. وليكم مسلا تقريب مختار ايه. مسلا اي حاجة انا عايزها. تمام? وقول له ان انا عايز الكيتشن هنا. تمام? طيب خلينا اقول له بقى ان انا عايز حط ال annotate. تزبوت اللي فيش. باكب. با عشرين. الناس معايا? عايزين نرسم فلور ونبدأ نحط عليه الارتفاع كاعدة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 اه يعني هنتكلم في حاجات كده ايد سهلة ولسيطة. ماشي? طيب. انا الفلور دوت. وليكن الفلور ده. عايز ارسم عليه حاجة كده شكلها حلو. كل مرة هناخد حاجة ضريفة. تمام? يعني خلانا نتخيل ان انا عند الشكل دوت. وعايز ارسم جواه. مثلا دايرة عايز ارسم جوا اي حاجة. طيب. ممكن نعملها ازاي? هنشوف كده طريقة دلوقتي. يعني انا ممكن هنا في الفلور دوت. اقول له ايدة باوندري. ماشي? وبعد كده هرسم جواه دايرة. تمام? وقول له اوكي. معي? وبعد كده هرسم دايرة جواه الفلور بس هديها مختلف. تمام? دي طريقة وهنشوف طريقة تانية خلص. الفكرة ان انا عملت اتنين فلور وكل واحدة فيهم اديتها خصوص مختلفة. ماشي? اعمل ايه? هجعل الفلور ديت وقول له رايت وقول له كريت سيميلر. ماشي? وخلينا عدين في الجراوند. فاجي بعد دورية دي وابدأ ارسمها. ارسمها ازاي? اقول له ان انا عايز كريت سيميلر. وهقول له ان انا عايز ارسم دايرة. وهاجي هنا وقول له اس اسي اسي خصار ايه? اس اسناب سنتر. وابدأ ارسمها بشكل دوت. قلت له اوكي. معي? ودي هديها نوع مختلف. ماشي? ايه. بقى انا معي كده ايه? شكلين مختلفين. لو انا عايز اغير الرؤية باجي هنا وقول له مسلا انا عايز حاجة اضبط مسلا او عايز حاجة شدد مسلا مشكلة اوه. طيب لأ في طرقة تانية احسن من كده. تمام? طيب انا عملت طرقة وهنعمل حاجة تانية. حاجة لذيذة اوي. من قيمة من قيمة بلاي امر كويس اوي بالناس اللي المعمريين والانترور الدزايل. اللي هو ايه? ان انا هجي هنا شايف عندي حاسمها يعني ايه? يعني هاخد وجهة سواء في الحيطة في الفلور في اي مكان وهاخدها وابدأ اشكلها. فقول له فابدأ اختار الشكل دوت. كده بيقول لي ارسم اللي انت عايز. ارسم مسلا بشكل بولجم بشكل دوت. تمام? وقول له اوكي. الناس تركز في الزرور اللي انا اخترته. انا اخترت تحتيها على طول في حاجة اسمها بنت. اللي هو ان انا هدينه لوحده. هقول له بنت. ماشي? وابدأ اختار الماتيريا اللي انا عايزها. بالشكل ده. تمام? طيب تاني. لو انا عايز اعمل شكل في الحيطة مختلفة. فقول له اسبيلت فيس. واختار الفيس اللي انا عايزه. ساق فلور زي ما انا عايز. وابدأ ارسم الشكل اللي انا عايزه. اه. وقول له اوكي. اسبيلت فيس موجود في قائمة موديفوية. تحتية على طول بنت. بنت بختار الماتيريا اللي انا عايزها. بود مسلا اخترت كده. فبدأ يديني الماتيريا المختلفة. ماشي? تاني تاني. اسبيلت فيس. بختار الماتيريا اللي انا عايزها. تمام? وبعد كده بابدأ ارسم اللي انا عايزه. اي شكل. بس لازم يكون جوه لازم يكون مغلق وجوه الشكل اللي انا عايزه. مش براه. وبعد كده هقول له انا عايز بنت. واختار الماتيريا واختار الحاجة اللي انا عايزها. بالشكل ده. الناس تقرب وان شاء الله ماشي. موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 انتو باي يعني ايه? لو انا سايبها? اقدر ادوس مرة واحدة. شمال? على الحاجة واسحبها. بص ان انا لعمل مش راضي اصلا ان نعمل عشان هو معامل له بدي. اعمل واسحب. في نفس الدوسة. في نفس الدوسة. ادوس واسحب. لا بيعمل موف. تمام? طيب دي كده اعتبر ايه الاوامر بتاعت النهاردة? اه الناس تطبق وممكن بدل ما اتطبق في المشروع اللي انا بندهولك ومشروع بسيط. تطبق في اي مشروع موجود هنا في الشركة. وتخيلوا شوفوا لو في اي مشكلة ايه نبدأ نتكلم في ان شاء الله. كمان?